بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو الثالث للمحاضرة الثانية بسمه كابلز شنو كابلز؟ يقول لك اكابل consist of two forces which have equal magnitudes and parallel non-collinear lines of action but which are opposite in sense اي قوتين الكابلز هو قوتين متساويتين بالمقدار ومتوازيين غير متقاطعين خطوطهم غير متقاطعة ومتعاكسين بالاتجاه قوتين لهم نفس القيمة متوازيين بنفس السطح غير متقاطعين ومتعاكسين بالاتجاه يعني قوتين قوة هذه بي اسمها وهذه القوة هم اسمها بي هذولا متوازيين بنفس السطح متوازيين ولهم نفس القيمة ومتعاكسين بالاتجاه ولا يتقاطعون متساويين بالقيمة متعاكسين بالاتجاه بنفس المستوي هذولا couple شنو فكرة الكبل The couple tends only to rotate the body on which it acts يعني الكبل هذولا شي سوون ذولا يسوون rotate للبادي يسوون moment موضوعنا اليوم يسوون عزم للجسم بنقطة التقاءهم يعني إذا هذي تفرغ هذا الاتجاه وهذي تفرغ لهذا الاتجاه وعن المحور بي سي هذه البي تبعد دي على ثنيا وهذه البي تبعد دي على ثنيا فإنهم سيدورون هذا البادي رح يسوون له روتيت رح يسوون له مومت حول محور بي سي تمام اللي هم خصائص أولا يقول لك the magnitude of the moment of the couple the aspect or slope of the plan of the couple the sense of rotation of the couple الهم دوران يسوون دوران كل واحدة بيها slope إذا السطح مائل هما مائلينويا إذا السطح عدل هما عدلينويا ملاحظة اللي راح تفهمك أكثر يقول لك العزم لهذا الكابل هو نفسه هذا شوف هذا البي وهذا البي رح يسوون لنا عزم قيمة هذا العزم هو نفسه إذا كان سواء حول محور بي سي تصور أو محور إي أف هو نفس العزم شلون هس سأثبت لك ياها شوف شلون شوي أفتح لداماغك وركز وياه لأنها العملية بسيطة جداً بس شكلها يخوف يعني منتش راح تتحسها خوفة شلون الكابل هما دادارون حول هذا المحور وقيمتهم هي بي في دي بي في دي شلون هذي البي في دي هي هنا نفس القيمة وهنا نفس القيمة دكتور مو هذي الدور حول بي سي مو حول إي أف هذي من خصائص الكابل شوف شلون لنأخذ عزم حول محور بي سي أم بي سي مومنت بي سي شرح يساوينا نحسبها حسابنا الكلاسيك شرح نقول نقول هذي بي هذي بي في ذراحة شقال ذراحة دي على تو بي في دي على تو زائدا مو لأن هذا بتتجه أقرب الساعة هذه البي هذا الدور اللي بتتجه أقرب الساعة وهذه البي هم بتتجه أقرب الساعة فنقول زائدا قيمة هذه البي في دي على تو مو بي في دي على تو زائدا بي في دي على تو شقد يطلع لك الناتج النهائي يطلع لك بي دي يطلع لك بي دي لأن بي دي على اثنين زائدا بي دي على اثنين وبالتالي يساوينا P D يعني نص بنص واحد هسه إذا أخذت عزم شنو إذا أخذت عزم حاول أيا محور حاول محور E F خذنا نجي نحسبه نقول M E F Moment Around E F العزم حاوله E F ومو يساوينا P هذه P الأولى في ذراحها اللي هي المسافة منها لهنان A والمسافة لهنان D لأنها هي D على اثنين وهذه D على اثنين فهذه كلها D فنقول P في A زائد D اللي هو ذراع هذه ال-P هذه وإن تدورني باتجاه أقرب الساعة هذه حول محور E F وإن تدورني عكس أقرب الساعة فش راح أخليها راح أخليها ناقص ذراع هذه ال-P اللي عكس أقرب الساعة إلى محور ال-A F هو قيمة A فناقصا P A P في A زائد D ناقصا P ناقصا P في A يطلع لك الناتج يجد P D وبالتالي هو مساوي لهذه القيمة ورح يطلع لك أيضا اتجاه باتجاه أقرب الساعة ثبت لك ياها إذن قيمة عزم الكابلز هي نفسها حول المحور العمودي حول كل محور عمودي باتجاه دوران الكابل تمام عدك طرق يقول لك the method used the methods used to indicate a couple R شنو عندك عندك إذا قوتين هاي خمسة وهذه خمسة متساويين بالمقدار خمسة نيوتن خمسة نيوتن متعاكسين بالاتجاه بنفس السطح هذولا راح يساولي عزم تقدر إذا شفته هيتش شي ترى هذا كابل وإذا شفته هيتش شي M هذا M بالمركز وخمسة في هذا النص 5 في 9 أو 5 في 18 راح يطلع لك 90 أو باستخدام قاعدة الكف اليمنى تخلي أصابيعك بهذا الاتجاه راح يصير اتجاه إبهامك عمودي فترسم الفكتور مالته هاي رجعنا لكم على هذا الشاشة لحمال قبل شوي ما قلنا لك شون تسوي مومنت مو هذي ما قاعدة اليد اليمنى قاعدة اليد اليمنى هذي قاعدة اليد اليمنى تمام هذي قاعدة اليد اليمنى إذا تستخدمها نا راح أسوي لك بهذا الشكل تمام زي هسه هاي عرفنا الكابل شنو وشون يدورون وعرفنا بهم خاصية أنه دائما قيمة الكابل دائما قيمة الكابل هو P في D P في D المسافة 5 في 18 5 في 18 5 في 10 50 5 في 8 40 50 زاعد 40 90 هسه نقل الكابل شون ننقل الكابل يقول نقل الكابل هي عملية للكابل that do not change any of its characteristics هي عملية لنقل القوى لكن ما تغير خصائصه أي خصائص لهذا الكابل ما تتغير عدنا الطرق أولا The couple is rotated in its plan إذا كان الكابل يدورون بنفس المحور يعني إذا F1 و F2 بمحور X Y يدورون بهذه الطريقة فإن قيمتهم هي FD ما يمانع إذا قلبتهم وسويتهم هي شيء ما يمانع طالما هم بنفس شنو البلان بنفس المستوي The couple is moved to a parallel position in its plan هم يخالف هدنا هنا شنو هذا البلان X Y هذا البلان X Y وعدي هذا القوى F1 وهذا القوى F2 فقيمة هذا المومنت هو FD ما عندك مشكلة إذا كانت F1 هنا و F2 هنا أو F1 هنا و F2 هنا طالما هم بنفس المستوي بنفس المستوي يساكلوا لك نفس القيمة The couple is moved to a parallel plan يعني القوة كلها متشيلها من هذا X Y إلى plan آخر هم اسمه X Y موازي إليه ومساوي إليه هم يجوز هنا شي يقول يقول المسافة between the forces of the couple and the magnitude القيمة المسافة between القوى of the couples and the magnitude of the force are changed provided the moment remaining the same يعني إذا عندك couple هذا قيمة 10 في خمسة خمسين هذا ما يشكل لأي مشكلة إذا قسمت سويت خمسة هنا وخمسة هنا ليش لأنه كبرت الذراع هذا هم يجوز يعني عندنا أولا يجوز نقل القوى بنفس المستوي the couple is rotated in its plane ما كان أي مشكلة قال لما أنه تدور بنفس المستوي ويجوز نقل الـ couples بنفس المستوي parallel position موازي بنفس المستوي ولكن موازي وثالثا ما كان مشكلة لأنه تجزئ الـ couples هذه عشرة بعشرة تسويها خمسة بخمسة بس تكبر الذراع هم مشكلة لدينا أربع نقاط هذا أشرح لك خصائص الـ couples شون يجي السؤال هنا يجي السؤال وضحت لك تستخدم خاصية نقل للمزدوجات عشرة وضح لدينا couples بس 1 couple نقل لذول الـ couples عندك هنا 100 100 وضح 3 200 200 200 50 50 50 4 هذول الـ couples هذه نقطة AB هذول الـ couples يقول لك نقل لياهم replace the 3 couples بس couple بد لياهم هذول كل كلهم سوي لياهم قوة واحد من واحد من قوة يريدهم هذه قوة هذه قوة يريدهم كلهم تشيلهم تعوض عنهم بقوتين أولاً نعم نجيش نقول أولاً قوة يساوي لنا فتجي تبلش بمين تبليش بالمئتين تقول هذي مئتين بمئتين مئتين في ثنين يساوي لنا ويساوي لنا قيمة F تساوي لك مئتين تمام تجي تقول ثانياً شنو يعني هذه أولاً تجي تقول ثانياً شنو F س تساوي لنا F في دي مئة في ثلاثة تساوي لنا F في ثنين وتساوي لنا 150 قيمة الأف هذا الكابول يعني أريد أن أعلم قيمة قوتها ما أنا أقول الكابول يساوي لنا F في دي القوة في الزراع مئتين في ثنين يعني F في 2 يعني دايقول لك ترى هاي القوة قيمتها 100 هنالنا نجي شلناها منا وخليناها وين هنالنا هذي 200 بـ 200 ومسافة بيناتهم 200 أجي أشيل هسا شنو أجي أشيل المية في 3 أريد أحولها إلى كون الذراع مالتها 2 أوكي شلون شاقول أقول 100 في 3 يعني القوة 150 أشيل هاي المية أشيل هاي المية أعوض ما يساويها هنا 150 150 أوكي وأخيرا أجي أشيل هذا الكبل 50 في 4 150 في 4 إيجاد قيمة هذا الكبل مالتها 50 في 4 يساوي أن F في 2 والF تساوي لي 100 فأجيبه أخليه هنا شلنا الكبل رقم واحد خلينا هنا وشلنا الكبل رقم اثنين وخلينا هنا صدفة عند نحنا بهذا الكبل يبقى نفسه أرجع أشرح لكم إياها لأنه متأكد ما وضعت لكم كل جيد أجي أقول أقول أولا 200 C تساوي لي F في D يعني الكبل الكبل شنو قيمة الكبل هو 200 في 2 تساوي لي F في 2 إذن إذن الـ F إيجاد تساوي لي 200 قيمة هذه الـ F طلعت عندي 200 أجي أعيد العملية وين بهذا الكبل أجي أنزل أقول أقول هذا الكبل اللي هو قيمته 100 في 3 هم يساوي لي F في 2 F في 2 هي هذه الرئيسية مالتنا اللي رح ننقل الكبل فقيمة الـ F إذا أريد أنقل هذا الكبل الفوق أجيب أخليه هناك قد تطلع قيمتها تطلع قيمتها 150 لماذا؟ لأن 100 في 3 300 على 2 150 تجد حطها 150 150 150 وبهذه الطريقة لما تريد تجي تنقل هسا هذا الكبل الأخير هذا شو تقول كذلك تقول استنادا إلى هذا الكبل تقول الكبل F في دي الكبل F في دي اللي هو 50 في 4 50 في 4 شي ساوي لك يساوي لك F الفورس اللي تريد طلعها هنا في الذراع الذراع يجد 2 50 في 4 يساوي لي F في 2 فحتى تطلع قيمة هذه الـ F 50 في 4 نشكت 200 على 2 طلعت 100 تحطها 100 ب 100 أعتقد هسا وضحت عندك الصورة وأخيراً 200 ناقص 150 ناقص 100 فرح يطلع لك قيمة الكبل الأخير بهذا المحور اللي هو A-B قيمته 50 بـ 50 واضحة وبسيطة وسلسة جداً تمام هساً أشوفكم بالفيديو الرابع للمحاضرة 2 راح نشرح resolution of resolution of a force into a force and couple شون نحلل القوة إلى قوة و couple أوكي نشوفكم بالفيديو القادم